السلام عليكم حبيباتي الغاليات في فيديو جديد وفي وصفة جديدة أتمنى تكونوا كاملين مزيانين وعلى خير إن شاء الله اليوم بغير نعطيكم واحد الاقتراح بسيط جدا اقتراح مثل الشوفلور عندنا الشوفلور وشتشفلور بزاف الوليدات ما كيبغي وكل شيء اليوم بغير نقترح عليكم هاد الفكرة اللي كنصاوبها انا فضل وكياكلوا حتى وليداتي ونتمنى تعجبكم فتابعوا معي الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة وبسم الله على بركة الله فانا اخديت البنات واحد الراس انتا عشوف اللي متوسط هكا يعني ماشي كبير بزاف انا اخديت واحد متوسط قطعتو وصلتو هكا شجيرة صغيرة ودرتو يتفور ملحتو درت له الملح ودرتو كيتفور هو تفورو حيث ما تسلقوه الي سلقتوه قاعد المنافع ديالو يمشيو بتحيلة فورتو كيبقوا فيه صافي من اللي فورته قلبتو في واحد الإناء كرهيبة لكم وهو سخون ومعكتو مزيان بالشوكة ربستو مزيان هنا غادي نضيف عليه زوج حبات ديال البيت بالنسبة الواحد راس شوفلور زييردو زوج حبات ديال البيت زيت عليه تقريبا واحد زوج معالق هكا ديالقصبورو مع بنوس يكونوا طريين البنات باش يعطو البنات وغادي نزيد عليه زوج معالق كبار فارينا زوج معالق كبار فارينا واكيد نكتبلكم المقدر في صندوق الوصف ما ننساكم شا البنات وغادي نتبلو ديجا الملح انا راني دارا في شوفلور زيت الفلفل الاسود تقريبا واحد نصف معالقة صغيرة زيت معالقة صغيرة ديال خرقوم وزيت كذلك واحد راس معالقة انتع سكين جبير غير راس معالقة وزيت عود تاني واحد المعلقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر فقط وخلط كاملين هاد المكونات بهاد الشكل هادا حتى تجانسولي تماما ولعدنا خالات واحد بركي وشنو غادي نديرو بهاد الخالات غادي نجبدو واحد صانية صانية بغتو تديروها دائرية بغتو تديروها مستطيلة غير اللي كان عندكم فكتشدو إلا كان عندكم ورق الزبدة دير ورق الزبدة ما كانش عندكم الدهن الصانية ديالكم فقط كتشدو هاداك الخالات نتعشو فلغ وكتخوي وف هاداك صانية وكتسرحوها كتسرحوها كتشعلو الفران ديالكم يسخن كتديرو نار متوسطة وكتدخله حتى ينشف وكتشوف 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 ما كتلقاوش ما كتلقاوش أكا شوف لغ كيلسق في ديكم كيكون ناشف كتتحمروه شوية من الفوق انا غدي ندخله الفران كيبا وكتلكم حتى كينشفلي وكيتحمر لي مع الجناب نحمرها عودتاني الوجه ديالو باش نشوفوش غدي نديرو من الفوق دياله هنا لبنات وجدت الحشوة اللي غدي نديروه هالو فهنا انا اختيت ميقلات قطعت فيها واحد البصلة مع واحد الفصيص نتع التوم شحرتهم في جوج مع القزيت حتى نزلتها ديك البصلة اضفت لها شوية ديال الكفتة ماشي بزافغي واحد الميتين قرام انا قدرت هنا نتع الكفتة باش نعطوهم ديك البنة باش ما يفيقون ناش بشوف لغ فانتها هنية شحرتهم مزيان ضفت عليهم الماييز او الدورة وضفت عليهم الزيتون خضر مقطع ان تقدروا تضفو اي حاجة بغيتو ماشي ضروري هادش اللي ادرت انا تديروه انتوما تقدروا تديرو الجاج ولا تديرو اللي بغيتو في المكونات هنا كيما اشتو ضفت الدورة وضفت الماييز وفقط غدي نطفي عليهم بالنسبة للتوابيل عند رتغي الملح ولبزار فقط فهنا اي اشتو معايا من اللي خرجتها كشوف لغ هوا كيفاش كي يجي البنات كيتحمر كيولينا شد فروحه اشتو معايا بهذا الشكل هذا قدي نشد هديك الحشوة اللي وجدناها وغادي نخويها من فوقه قدي نضيرو بحال شكل بيزا تقريبا ولكن هي ماشي بالعجينة قدي تكون بالشيف لغ فهنا من اللي خوي قدرت هديك الحشوة من فوقها ووزعتها بهذا الشكل هذا مادش ندير لاصوس ولا شي حاجة بلا لاصوس كي يجيب بنين ويجي واعرة ووزعتها هكا كامل وغادي نزيد لها من فوق هكا شوية ديال الفرماج بالنسبة للفرماج هنا استعملت الجبن الاحمر وممكن تستعملوا اي فرماج انتو ما تبغيوه او موال فينو سوف ندخلها نشعلها العافية من فوق ديالها غايدوا بليدك الفرماج ويتحمر لي ونخرجو نشوفو شوف لغ ديالنا وهاهوما بيتزا ديال الشفلور ديالنا واجدة ها هي كيفاش كتجي كتحيدوها ها كتقطعوها كمرصوية عاديين وكتحيدوهم وكتقدموهم في طباسيات كيجيوش هو منهما البنات فغيمون توليداتكم غادي يعجبوهم بزاف بزاف كيجيو ببنان هاي شتو كيفاش كتقطعوه انا عندي ورق الزبدة من الاسفل هاكا وكتحطوهم في الطباسيات وكيجيو ببنان وشوف لغ ره صحي بزاف خاصة لوليدات البنات فانتمنى تعجبكم هاد الفكرة البسيطة اللي شاركتها معاكم الى عجبتكم خليولي شي لايك شي تعليق زوين وبرتاجيو الفيديو والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله مع الشيوات صفاء